اشتركوا في القناة جميلة ومغرورة جدا يمكن هي كانت احسن واحدة في منطقتهم زي ما الناس كلها بتقول وبتتكلم عنها هي بدي كده طول بعرض زي ما الكل شايف كده والشباب كلهم هيتجننوا ويرتبتوا بيها بس هي دايما وسط صحابها معروف عنها ان هي مش عايزة ترتبط باي حد وبالرغم من جمالها ورقتها مش عايزة اي انسان في حياتها وده اللي مخلي صحابها مستغربين ده كمان غير ان هي مسترجلة جدا ومش عاجبها العجب ولا عاجبها ارتباط صحابها سواء خطوبة او جواز هي رفضة زواج بتاتا صحيت هبة من النوم الصبحي كالعادة علشان تروح الجامعة بتاعتها بس ما صحيتش لوحدها صحيت على صوت والدتها وهي دايما قربت تصوت منها من كتر ما هي بتنام كتير كانت والدتها الست طيبة جدا وبتصرخ فيها وتقول لها يا هبة يا هبة هقوم يا هبة بقى هعمرك ما بتصحيل وحدك عاملة زي العيال الصغيرة انت يا بنتي امر 14 وانت صحية ليه دايما يحصل العكس وانت نايمة كده واللي يشوفك يقول ده راجل نايم ملقحة رجلك في كل حتة مع ان شكلك يقول انك بتنامي نومة رقيقة زيك بس انت يا اختي ولا رقيقة ولا حاجة فتحت هبة عيونها على شكل وصوت امها وضحكت ضحكة جميلة جدا وهي فرحانة بامها وبتحب امها جدا وكلامها وتريقتها عليها فقت من النوم وقعدت تفتر هي والدتها وقررت انها تنزل خلاص وتروح جمعتها بعد ما لبست طبعا ما حطتش اي ميكاب نهائي لانها جميلة جمال رباني زي ما بيقولوا كانت صاحبتها مروة مستنيها تحت البيت ضحكت مروة على شكل هبة وقالت انت لسه صحية من النوم اكيد ردت هبة عليها بتريقة وقالت لها لا يا اختي انا صحية من بدري ده انا كمان فطرت قبل منزل ضحكت مروة وقالت لها يعني محسساني انك لسه صحية بقالك 7 ساعات مثلا قلبت هبة وشاه وقالت وهصحى من 7 ساعات ليه هو انت بتصحي قبل ما وعيدك ب7 ساعات يعني لا مش قصدي انا قصدي انك بتقولي انك قمتي بدري وطبعا فطرتي فمحسساني انك عملتي انجاز وانت اول مرة اصلا تفطري قبل ما عدي عليك دايما متأخرة على الفطار ومأخرا على المحاضرات اتفضلي يا ستي قدامي على محاضرات النهاردة ولا كمان نتأخر عليها والدكاترة تبص لنا اول ما وصلوا الجامعة طبعا هيبة ماشية في ارض الجامعة وكل الشباب بتبص عليها وكل الشباب بتتكلم عنها كلام مش وحش طبعا كلام عن جمالها وان عيونهم عمرها ما شافت جمال بالشكل ده دخلت هيبة المحاضرة هي وصحبتها وعاقب الدكتور مروة وما عاقبش هيبة خالص وده اللي معروف عنه وسط بنات الجامعة انه هو بيموت في حاجة اسمها هيبة وما بيصدق ان هي توصل الجامعة لدرجة انها لو غابت يوم عن المحاضرات بيفضل يسأل عليها زي المجنون فده اللي خلى البنات كلها تشك انه بيحبها خلصت هيبة المحاضرات خلاص وقررت تمشي هي وصحبتها ويروحوا لانهم خلاص مفيش وراهم حاجة تانية غير كده لحقها الدكتور ويمشي وراها وفضل يندع عليها ويقول لها استاذة هيبة بصت هيبة وراها وهي مستغربة مين اللي بيندع عليها وكمان ده صوت راجل ووقفت هيبة لقيت الدكتور عمر هو اللي بيندع لها استغربت وقالت نعم يا دكتور حضرتك بتندع عليها في حاجة لا سامح الله اتكلم وقال لها لا مفيش اي حاجة بس بستأذنك ان احنا نتكلم مع بعض شوية خارج الجامعة ليه خارج الجامعة ما تكلمني في اللي انت عايزه هنا دقيقتين كده واحنا واقفين ما ينفعش يا هيبة علشان شكل وسط الطلاب اتنرفزت هيبة وقالت هو احنا بنعمل حاجة غلط لا سامح الله دكتور والطالبة بتاعته بيتكلموا عادي رد عليها وهو بيتاهته في الكلام وقال اصل يا هيبة قطعته هيبة في الكلام وقالت له اصل ايه يا دكتور بصل صاحبتها مروة ومروة فهمت ان هو مش عايزها تكون واقفة ولا تسمع الحوار اللي هيدور بينهم استأذنت مروة ومشيت وهبة قالت افندم يا دكتور في حاجة انا هعزمك على الغداء ونتكلم برا برأت هيبة بعنيها لدرجة ان هو خاف من نظرتها وشرستها معاه وقالت نعم كانت بتتكلم وهي بتتخانق مش كأنها بترد على الدكتور بتاعها في الجامعة خالص اتكلم هو وقال لها هو فيه ايه وايه كلمة نعم اللي انتي قلتيها باسلوب وحش دي انتي كأنك بتشتميني مش بتقوليلي نعم خالص بطريقتك دي انا كده هسيبك وامشي ردت عليه هيبة بكل برود وقالت طب ما تمشي مع الف سلامة بصلها الدكتور باستغرب ومشي من غير ما يتكلم ولا كلمة وهو ماشي اتكلم في نفسه وقال معقولة دي هي الانسانة اللي حبتها ازاي تكلمني كده ووضح انها مش طيقاني خالص ووضح ان عمرها متعاملت مع واحد قبل كده ولو حتى اخوها مشيت هبة وحصلت صحبتها وسألتها مروة وقالت فيه ايه ايه اللي حصل وكان عايزك فيه الدكتور لا ابدا مفيش ده دكتور عبيت كده ايه اللي انتي بتقوليه ده يا هبة اي نعم انت لسانك طويل بس تو عمرك مغلطت في حد كده وقلت علي انه عبيت بصت لها صحبتها وقالت اسكت يا بت انتي ما تفهميش حاجة خليك انتي عبيتك كده وما تعرفيش اي حاجة في اي حاجة رجعت هبة البيت ولقيت خالتها اشجان عندهم سلمت عليها وكان معاها ابنها ياسين وابنها محمود سلمت عليهم كده بالكلام مش بقديها لانها بتكره ان هي تسلم على اي راجل بقديها دخلت هبة على طول على قضتها ندهت عليها خالتها وقالت ايه مش هتعودي معنا ولا ايه لا يا خالتي انا بس هغير هدومي طيب يا حبيبتي براحتك ولسه خالتها مخلصة الكلمة من هنا راحت هيبة وبرتمت بالكلام مع نفسها وقالت انتي عايزين اعود مع ولادك دول ولا ايه انا لا عايزة اعود مع شباب ولا بيعجبني اي شباب انا نفسي بأخوتي كلهم بنات اصلا ايوة بحبهم وكل حاجة بس انا ما بحبش طبع الولاد البنات كده دايما حنيانة سكت هيبة وبطلت الكلام اللي بتبرتم بيه ده لما سمعت باب القضى بيخبط تاني وقالت لنفسها اف احنا كده مش هنخلص وردت وقالت مين لقيت صوت واحد بيقول انا محمود نهارك مش فيت النهاردة انت ازاي تخبط علي اصلا فتحت له الباب وقالت له نعم في ايه هو انت مش علشان ابن خالتي تخبط علي كده وتبقى عايز تدخل قطي ايه يا هيبة في ايه انا عايزك بس تتغدي معانا لا يا اخويا مش هتغدى يلا روح شوف امك فين خرج محمود على المكان اللي كانت قاعدة في والدته وخالته وكان باين عليه اصداع القوي سألته والدته وقالت ما لك يا حودة في ايه تعالى تغدى معانا يا حبيبي مش هاكل ليه في ايه يا ستي هيبة مش طيقاني خالص ليه كده ايه اللي حصل من الواضح ان هي مش طيقاني ولا طيقة تتكلم معايا عاجبك كده بنتك مش بتكلم ولادي ولا عايزاهم يجوا عندكم ولا تقعد معانا اتكلمت والدتهبة وقالت معلش يا حبيبتي هي كده انت اول مرة تعرفيها يعني لا هي كده مش محترماني ولا محترم موجودنا يلا يا ولاد زعلت خالتها جدا وقررت ان هي تمشي وبالفعل مشيت زعلانا وبكده حصل خلاف بينها وبين اختها بسبب هيبة دخلت والدتهبة عليها القوضة وهي متعصبة جدا وبتقول تقدر تفهميني ايه اللي انت عملتي ده احرقتيني وكسفتيني مع خلتك ولادها ردت عليها هبة بمنتهى الادب لان دي ممتها طبعا وما ينفعش انها تغلط زي ما تغلط مع غيرها هي مش بتغلط هي بتتكلم بعفويتها زي ما معروف عنها انها عفوية في كلامها جدا ردت عليها هبة وقالت يا ماما انت مش شايفة كل شوية خلته تيجي علشان تجاوزني الواحد من عيالها وعايزاني اختار واحد منهم وبتقول كمان لولادها ان واحد منهم يختارني يعني كأنها بتشتري ساعة وبتخيرنا ما بينها انا واولادها مين فينا اللي يختار مين وانا مش حابة كده يا ماما وانتي عارفة يا ماما رأيي ردت عليها والدتها وقالت طب انا هسيبك لاني دلوقتي متعصبة ولو ردت عليك هتزعلي من الرد يا هبة خرجت الام من قوضة هبة وهي متعصبة وزعلانة جدا قعدت هبة كده مع نفسها وزالت من اللي هي عملته قررت هبة ان هي تتصل بمروة وقالت لها انا عايزة شوفك ضروري مروة ساعتها كانت مش في البيت واعتذرت لهبة قعدت هبة كده وهي متضايقة وزعلانة ومخنوقة ومش عارفة تعمل ايه هي كان نفسها تنزل من البيت مع مروة جدا علشان تفك عن نفسها بصت بعد شوية ولقيت تليفونها بيرن ولما فتحت عارفت ان لبيرن ده صحبتها خديجة اللي كانت معاها في الجامعة بس هي ثبت الجامعة وتجوزت كانت فرحانة خديجة قوي ان هي عارفت تتواصل مع هبة وقالت لها انا قابلت مروة في يوم من الايام واخدت منها الرقم فرحت هبة ورحبت بيها جدا واتفقوا مع بعض انهم ينزلوا في يوم من الايام علشان يعودوا مع بعض ويعوضوا ذكرياتهم اللي كانت في الجامعة وكمان لان هبة بقاليها فترة مش بتشوفها وجه اليوم ده ونزلوا مع بعض وعرفت خديجة هبة على اولادها الصغيرين اللي كان معاها بنت وولد وكانت ساعتها خديجة جايبة اخوها معاها وقالت له ان هي هتعرفوا على اجمل بنت في الكوكب وقاطيب بنت لانها معروفة بعفويتها وان هي الكلام بيخرج من قلبها على لسانها على طول اول مفتحت خديجة الموضوع لهبة خديجة شافت باراقين خارجة من هبة وقالت هبة هو انت جايباني هنا علشان كده انا زعلانة منك وانا اللي جاي علشان اشوفك ومشتاء ليكي انا عمري ما هبص لاخوك ده رد عليها اخوها وقال لها وعمرك ما هتبص لاخوها ليه هو انت تقولي ان اخوها يبص لك اصلا انت انسانة مغرورة كده على ايه وشايفة نفسك قوي سكتت هيبة وزالت من نفسها وحست انها بهدلت الدنيا في الرد علي اخوها بس في نفس الوقت فرحت هيبة ان اخو خديجة رد عليها الرد ده لان عمري ما حد واقف هيبة عند حدها وكانت طيحة في الكل كانت متكبرة ومغرورة لانها مش لاقي اللي يردها وطبعا لان والد هيبة كان متوفي كانت مامتها مش بتيجي عليها قوي علشان تعوضها عن حنان الاب والام في نفس الوقت رجعت هيبة البيت وهي عملة تفكر في كلام اخو خديجة وكل شوية تبتسم لنفسها وتبص في المراية وتزعل انها قالته الكلام ده وردت عليه بالاسلوب ده وكل ما تفتكر تبتسم انه هو ده الانسان الجدع اللي هتقدر تتحمى فيه وترتبط به مر يوم وراء تاني ولاقيت خديجة بتتصل بيها ردت عليها هيبة وهي مكسوفة وقالت ايوا يا خديجة اول حاجة عايزة اقولها لك قبل ما تقولي اي كلمة انا اسفة جدا وبعتذر على اللي انا عملته ده ضحكت خديجة وقالت لها اخيرا ياختي عرفتي غلطك اول مرة تعترف الحد انك غلطانة ردت هيبة وهي برضو بتضحك بنفس النمط وقالت ما هي دي المشكلة انا عمري ما اعتذرت الحد ودي كانت مشكلة فيا ولسه عارفها مبارح اخوكي هو السبب ان انا عرف قد ترخيله بصراحة انه عرفني كده استيجتت خديجة وقالت لها يعني اقدر اقول انه اسلوب اخوي عجبك ردت هيبة وقالت هو مش قوي يعني طوله عمرك مغرورة وشايفة نفسك وعمرك ما بتشوفي غلطك ابدا زالت هيبة وقالت هو انتو كلكم ليه بتقولوا علي مغرورة انا بس بيبقى رد فعلي طبيعي جدا وما برداش اني اتصنع رد الفعل او اي جملة انتو ليه واخدين عني فكرة وحشة يا جماعة خلاص يا هيبة انا اخوي عايز يتعرف عليك وبالمناسبة هو اسمه هيسم سكتت هيبة وبعدين قالت الله اسمي جميل جدا بس اقول يا رب اني اقدر اتعرف عليه مر شهر بالزبط وابتدت هي وهايسم يتعرفوا على بعض وحبوا بعض حبوا فوق الوصف وفوق كل خيال وكانوا مرة خارجين وقالت لهايسم بقولك ايه هيسم احنا دلوقتي كده في حكم المخطوبين وانت عارف طبعا ان انا مش بعرف اعمل حاجة من وراء امي انت لازم تيجي وتخطبني ضحك هيسم وقال اخيرا نطاقتي بس انا كنت مستني وما كنتش راضي اجي اخطبك بسبب ان انت كنت دايما بتقوليلي لما نتعرف على بعض كويس يعني كده خلاص يا ستي اتعرفتي ايوه يا هيسم اتعرفت ضحكت كده وتكسفت وحطت وشها في الارض وتاني يوم بالزبط جه هيسم علشان يتقدم لها وطبعا كان مستأذن ساعتها انه يدخل البيت ومعرف مامتها انه جاي يتقدم لها رحبت مامتها بيه جدا وقالت له يا هيسم يا ابني انا عايزك تاخد بالك من هيبة انت هتبقى كل حاجة في حياتها عايزك تبقى مسؤول عنها مش بس في الفلوس والمصاريف وفي الجدعانة لا بس عايزك تبقى احنين عليها وتعودها دايما على الحنية لانها اتحرمت من الحنية من وهي صغيرة لا يا طانت دانتي الحنان كله ما تقوليش كده والله يرحمه عمي كانت سمعته طيبة جدا انا سمعت عنه والناس كلها كانت بتشكر فيه رد علي اخو هيبة وقال وانت عرفت الحاجات دي عن والدي ازاي اكيد الست هيبة كان بتحكي لك عنه مهم ارتصانة كلنا ومقضيها بقى معاك هيسم استغرب وقال له انت ازاي تتكلم عن اختك كده ردت هيبة وقالت استنى انت يا هيسم وبصت لاخوها وقالت له انت مش علشان اخويا صغير الا انا مربياكم دلعاك تعمل كده وتقولي الكلام ده وتكسفني قدام اقرب شخص لي شخت اخوها فيها وقال لها لما اخوك الراجل يتكلم انت تسكتي خالص انا الراجل هنا صغير عنك اه بس انا اللي حكمك ولا انت مش لقي حد يحكمك بصت له ودمعها نزلت من عيونها ووشها غرق بالدموع كان عصام اخوها متعصب ومتغز من هيسم جدا ومش طيقه كمان ومش عاجبه ولا متطمن له خالص ده كمان لانه كان مرتبط بهبا من وراهم كان معرف والدتها ومش معرفه هو ولا اخوه التاني وكده يعتبر ان هيبا كانت بتعمل حاجة وهما ما يعرفوهاش وده غلط طبعا استأذن هيسم وصبر هيبا بكلمتين ومشي على طول راحت هيبا للجامعة بعد ما كان بقالها ايام كتيرة مش بتروح بسبب ارتباطها بالاستاذ هيسم ولقيت الدكتور عمر عمال يبص لها كتير وكل ما يشرح حاجة يبص عليها ويوقفها هي تحديدا علشان تجاوب ولو كان فيه كذا بنت عايزة تجاوب كان يختارها هي من ضمنهم كانت مستغربة انه عمال يبص لها كده وهي كمان سمعت من صاحبتها انه بيحبها بس هي عمرها محبته خرجت هيبا من المحاضرة ولقيت دكتور عمر ماشي ندهت عليه وهي بتمشي بسرعة وراء وقالت دكتور عمر دكتور عمر عادل الدكتور عمر وشه عليها وقال لها نعم يا هيبة فيه ايه بصت في الارض وقالت له انا عارفة ان حضرتك زعلان مني وعارفة اني كمان غلطت بالاسلوب اللي كلمت حضرتك بيه بس انا دلوقتي بقيت بعرف غلطي يا دكتور انا دلوقتي الحمد لله ارتبطت بانسان بقى بيعرفني الصح من الغلط بقى بيعديلي كلامي للصح انا اه كنت عفوية في كلامي وكنت بطلع اللي في قلبي لكن ده كان ممكن يجرح حد او يزعل الناس مني هو خلاني مبقاش سبب في جرح حد وعلمني الحاجات دي كلها علمني حاجات انا ما كنتش واخدبالي منها ابتسم الدكتور عمر وقال لها علشان كده بقى كنت بتغيب من المحاضرات كل ده قالت له اب سراحة كنت بتعرف عليه وكنت انفضله عن المحاضرات كان بيبتسم الدكتور عمر لكن كان قلبه بيتقطع من كلام هبة للانسان اللي هي مرتبطة به استأذن منها وقال لها طبعا اذنك ولف ظهره ومشي زالت هبة من نفسها وحست ان هي جرحته وبدل ما تصلح الموقف اللي كان زعلان منها فيه لا دي كمان عملت زنبه اكتر بانها جرحته ما كانتش عارفة تكفر عن زنبها ازاي روحت البيت واتصلت بخطبها وقرروا انهم يخرجوا وفي وسط الخروجة اتصل على خطبها رقم غريب ومن عادة خطبها ان هو يتكلم وهو فاتح الاسبيكر ومسك التليفون في ايده ومش بيحط التليفون خالص على ودنه اول ما فتح المكالمة وفتح الاسبيكر لقي صوت واحدة بتتكلم وبتقوله قالو استغرب من الصوت وحس ان هو يعرف الصوت ده قبل كده وقال لها قالو اتكلمت وقالت انا حسناء بص الهبة كده وهو مرتبك وكان لسه هيقفل السكة راحت هبة ومسكت التليفون وشورت له بصبعها ان هو يكمل كلامه وما يقفلش السكة كمل كلام معيها وهو اصلا كان عايز هبة تعرف الموضوع ده بس مجاش الوقت المناسب اللي يفتحها فيه وهي جات الفرصة انها تعرف وعارف ان حسناء هتتكلم معاه بكل ادب وهو كمان هيكلمها بكل ادب وبالرغم ان هبة جرحت من ده بعد ما قفل المكالمة قالت له انت كنت مرتبط بيها وكنت بتكلمها لسه من اسبوع فات وده اللي انا فهمته من مكلمتها هو انت بتخني رد عليها باستغراب ولون وش وتغير وقال ايه اللي انت بتقوليه ده يا هيبة انا عمري مخونك ليه تعملي كده وتقولي اصلا ليه الكلام ده قلعت له الدبلة وحطتها في ايديه ومشيت علشان حسيت ان هو فيه بينهم ارتباط وصيق مش مجرد معرفة ولانه كان خطبها قبل كده واللي فهمته بعدين هيبة لما قعدت تسأل انه كان متجوزها وطلقها من سنتين ورجع لها بعدها بشهرين وسبها تاني ورجعت تكلمه تاني علشان ابنها اللي خلفته منه زالت هيبة ونهارت وقالت ازاي صاحبتي تعمل فيها كده وتخبي عني بس صاحبتها خديجة ما كانش ليها زنب لان اخوها هيسم كان مفاهمها ان هو ايه اللي هيبة على كل حاجة وزي ما قلنا ان هو كان مستني الوقت المناسب علشان يقولها ويحكي لها على كل حاجة حصلت بس هو ما قدرش وخب على هيبة واللي كانت مراته ما جابتش سيرة ابنها وهي بتكلمه ولا جابت سيرة اي حاجة غير انها عايزة تشوفه ومن اسبوع واول ما هيبة شفته ما شكتش ولول لحظة واحدة ان هو كان متجوزها ولولا انها سألت وارفت ما كانتش هتعرف خالص الا في حالة انهم يكتبوا الكتاب وكده لو هي ما وفقتش انها ترتبط بيه ولا تكمل معاه بعد اللي عمله كانت هي كمان هتبقى مطلقة منه وهتتحسب عليها جوازة علشان واحد خب عليها وكذب عليها كانت دايما هبة منهارة كانت دايما تروح الجامعة ولما تسمع صحابها بيحكولها عن قد ايه الاستاذ عمر باين عليه حبه ليها تعيط لانها عارفة ان الدكتور عمر عمره ما ارتبط باي وحدة وكمان اي بنت تتمناه وتندم وتقول يا ريتني ارتبطت بيه على الاقل شخص محترم كان باين على وش هبة الزعل وقفها الدكتور عمر في الجامعة ودار بينهم حوار شديد خطف قلب هبة وقال ايه يا هبة مالك لا مفيش يا دكتور سلامتك انا مفيش فيها اي حاجة خالص يعني هتخبي على اخوك الكبير برضو يا هبة استغربت من كلامه وانه ازاي تغير فجأة كده وفكرت انه هو بطل يحبها خلاص وردت باستغرب وقالت هاخويا الكبير اه اخوك الكبير ولا عندك مانع لا ابدا يا دكتور ده انا ليه يا الشرف والله امال مستغربة ليه ان بقولك كده حسيتي بقيمة حبي ليكي اتفاجأت هبة وسكتت كده وتنحت وما ردتش ولا نطقت باي كلمة انا كنت حاسس من تعبيرات وشك ومن نظراتك ليا اللي كلها مليانة بالندم بس يا هبة انا مش عايزك تندمي انا حبيتك واخدتك بنتي واختي وحبيبتي اتكسفت هبة جدا ووشها قلب الوان ايه هتفضلي سكتة كده كتير لا بس انت ايه اللي حبيبك فيا اول حاجة اول ما شفتك خطفتي قلبي ده مش علشان والله العظيم شكلك لا البني ادم قبول انا شفت بنات جميلة كتير بس عمري ما فيه واحدة منهم دخلت قلبي لكن انت الوحيدة اللي من وسطهم دخلت قلبي عجب هبة كلامه جدا وقالت له هي بتعيط هانا اللي بحبك جدا ضحكت دكتور عمر وقال لها هاخيرا قلتيها طب انا عايز اجي احدد معاد مع والدتك وبالفعل كلم اهله وحدد معاد مع والدتها ودخل البيت من بابه من اول العلاقة يعني فترة زي هيسم ولا تعرفوا على بعض وبسرعة هما اللي اتنين دخلوا قلبي بعض بسرعة وبعد ما اهل هيبة وفقه كانت هيبة دايما تكلمه وتقوله يا عمر انا بجد بندم اني ضيعت اللحظات دي كلها من حياتي من غير ما ارتبط بيك ياريتني حبيتك من الاول زي ما انت حبيتني من اول نظرة انا بجد مش عارفة ضيعت فرصة اني ارتبط بيك من ايدي ازاي حقك علي سامحني انا بجد عمري ما هسامح نفسي وبعديها عيطت اول ما سمع عمر صوتها وهي بتعيط كده في التليفون عيط هو كمان وقال لها وانا ما يردنيش منك تعيطي ابدا حتى لو علي يا هيبة انا بحبك جدا ردت عليه هيبة وقالت وانا كمان بحبك جدا جدا وهفضل احبك لغاية ما موت رد عليها وقال بالموضوع هزار وقال لها بعد الشر يا ستي وانت مش عايزة تكملي معايا بقى لغاية من اتجاوز لا طبعا يا حبيبي ده نتمنى اني اكون حرمك المصود وقاعدوا يهزروا مع بعض بص يا هيبة مش معنى ان انت واحد جرحك او ضحك عليكي يبقى الناس كلها كده عايزين نعرف الناس بالقدر الامكان اني مش كل الشاب وحش واني مش كل بنت وحشة مش معنى ان اي اتنين متوفقوش في حياتهم قبل كده انهم هيبقوا وحشين لما يرتبطوا تاني يعني انا عمري مرتبط وانتي كنت مرتبطة وعمر مرتبطك ده قلل منك في نظري واللي انتي كنت مرتبطة بيه ده جرحك وفي عكسه الرجالة كتير بتبقى مرتبطة لكن بتراي ظروف ومشاعر حبيبتها وعمرها ما بتجرحها الخلاصة يا هيبة اني مش كل الشباب وحشين انك ممكن تلاقي فعلا شاب يبقى باقي عليكي ويحترمك ويحترم موجودك ومشاعرك ويفكر في اقل حاجة ممكن تزعالك ويبعد عنها ولو على رقابته ردت عليه هيبة وقالت له عرفت الكلام ده من زمان انت فعلا اثبتلي انك اجدع شاب في الوجود واجدع شاب في العالم بالنسبالي حتى لو في شباب جدع كتير انا عايزة اقول لكل بنت ما تضيعيش فرصة ان واحد يحبك لان لما الواحد بيكون بيحب فعلا هيضحي علشانك ويعمل كل حاجة علشانك وهيبقى حب صادق وعمره ما هيجرحك لكن ما تغلطيش غلطتي وتسيب اللي بيحبك وتروحي ترتبطي بواحد انتي مش عارفاه وعمرك ما عرفت ان هو بيحبك ولا عايزك ومش مجرد ان كلامه عجبك زي ما انا عجبني كلام هيسم تروحي ترتبطي بيه على طول لا شوفي الاول مين مقدرك وبيحبك وارتبطي بيه ساعتها هتكوني اسعد انسانة في العالم لما ترتبطي بانسان بيحبك لان ساعتها هيعمل المستحيل ومش هيخبي عليك حاجة زي ما غيره هيخبي عليك هيبقى صريح معاك في كل حاجة وربنا يسعدكم جميعا يا بنات ويبعد عنكم اي سوق واي حاجة وحشة وترتبطوا بولاد الحلال اللي يستهلوكم بجد زي ما انا استهلت عمر حبيبي كده والحد هنا خلصت قصتنا اتمنى تكون عجبتكم دمتم في امان الله